سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة يلا نبدأ أنا وزوجي متزوجين من ثمانية سنوات تقريبا والفرق بيننا أربعة عشر سنة الفرق صح كبير بس أنا وياه ما عندنا أي مشكلة بخصوص ده الموضوع زواجنا كان عن حب وإن شاء الله يكون أول وآخر حب بإذن الله عندنا ثلاث بنات ربي رزقهم بأم حنونة وأبي عشقهم زوجي كان متزوج قبلي وكان عنده بنت عمرها سنتين لكنها توفت وأنفصلوا باتفاقيتهم بحكم أنهم مو قادرين يكملون حياتهم مع بعض بدون البنوتة الله يرحمها وكمان في أسباب ثانية الحمد لله ماديتنا جدا جدا عالية ببقى في القصة أنا لما تزوجته قال إنه هو مسؤول عن أخواته بحكم إنه أمه وأبوه متوفين ورح نكون ساكني بنفس الفلة مع أخواته بس إحنا لنا دور بنكون غالبا منفصلين عنهم طبعا أنا ما كنت شايفة في الموضوع أي غلطة فوافقت الجزء الناقص اللي ما عرفته إلا بعد ما تزوجت إنه بنت عمهم من ضمنهم وساكنة معاهم في البيت وما كانت تتغطى على زوجي والوضع كان جدا عادي لدرجة إنه عادي يكونون مع بعض في غرفة وحدة وهي ساكنة عندهم بحكم إنها تدرس في نفس المنطقة طول فترة دراستها وهي معاهم من وهي أولى ثانوي وللحين أنا ما أعرف أهلها فين بالضبط يمكن ما تصدقوني وتقولون كذابة لكن جد والله العظيم ما أدري أبو البنت هذي اللي هو عم زوجي ما عمرنا شفنا دائما مسافر مع زوجته الأولى وأمها شفتها مرة واحدة بس ولما تزوجت أنا كنت ثاني ثانوي والبنت كانت في الجامعة هي وزوجي كانت علاقتهم جدا 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 قوية مهما أقول ما أقدر أوصف اللي قاعدة أشوفه بس على كلامه هي زي أخته وأنا أول ما تزوجت ما كنت قادرة أني أمنعه منها بحكم أني كنت أحس أني مرة صغيرة معاهم يعني بدخل بموضوع كبير وغير أني كنت أشوفها أنها ما بتلفت زوجي أصلا أولا أنا ما أمدح نفسي الحمد لله أنا جدا جميلة وهي كمان جميلة لكن ملابسها كانت مرة واسعة وجلستها وأسلوبها كأنها ولد كأنها ولد بكل شي لكن أنا ماني من النوع اللي يؤمن بصداقة من دان نوع بالأخير هو رجال وهي بنت غير وغير أنه حرام وما يجوز وما هي أخته بالرضاعة في البداية كنت أحاول أخلي طول الوقت عندي في الدور عشان ما ينزل لها بس كل محاولاتي كانت فاشلة كان ينزل ويتكي معاها ويسولفون ويحكون بعض ولا يجي يحكيني كم موقف صار تكون هي عارفة عنه أشياء أنا ما أعرفها ويكون هو اللي يقاين لها وقبل فترة أكتشفت أنها تحكي عن أشياء مرة خصوصية بحياتها العاطفية وهو كمان ما يتكلم عن بنت المتوفية إلا معاها لمن يفتكر بنت المتوفية سيدة يروح عندها حتى في يوم ميلاد بنت المتوفية يروح ويجلس معاها مع أني أحاول أخلي يتكلم معايا في دا اليوم بس أنها يرفض لأني أنا إنسانة مرة حساسة على طول أبكي لكن هي مرة مريحة والله طول ما يكون معاها أسمع صوت ضحكه ماني عارفة أفرح ولا أبكي طبعا غير يوم للبلستيشن اللي يكون يوم واحد في الأسبوع طبعا مستحيل أمنع هذا اليوم والله ما يرجع لي غير الفجر طبعا زوجي ما يقصر معايا أبدا احتفالاتنا احتفال بميلادي بزواجنا ذكرى زواجنا يسويها بأحسن مكان وبأحسن طريقة ولا عمره بخل علي بشيء ولا على البنات لكن حتى هي بيوم ميلادها أحتفل وسوى أشياء تجنن ومخلي أخته تكلم صديقاتها عشان يجون يحتفلون معاها وكل سنة مفاجأة بشكل للمعلومية أخته بس يسوي لها شيء بسيط وأحيانا بس ما سجاته خلاص ولما يكون يوم ميلاد بنت عمه هذه لازم يحتفل معاها يا قبل ما يجون صحباتها يا بعد ما يمشون عموما أنا نفسيتي تحبت منها والمشاكل كل سنة وراء سنة تزيد بسببها كل مرة تصير مناسبة عندنا وأروح أتزبط وأكشخ وكل حاجة وأجي ألاقيها قامت وراحت تلبس شورت ترجع تجلس وكل مرة تلبس أشياء أقصر وأقصر وأقصر يا دوبك الشورت يغطي ربع فخذها يعني أنا لو مواثقة في زوجي كنت دل حين طلت الطلاق خلاص يعني جالسة هي تحرق قلبي وأبد هو مو شايف منها ولا شيء مع أني أقول له على كل حاجة بس أبدا مو شايف شيء الموقف اللي بقوله صار له خمس سنين بالضبط مرة كنت نازلة أناديها من غرفتها ودخلت غرفتها من غير ما أدق الباب كنت أبغى مصاصة بنتي ومصاصة بنتي كانت مع أبوها وأبوها كان تكي مع بنت عمو في الغرفة قبلها بيوم المهم أفتح الباب ولقيها طالعة كانت متروشة وكانت لابسة وملابسة يعني بس لابسة المنشفة خرجت وأنا نظرتي لها متغيرة تماما صحيح أني كنت أغار بس لا الآن بموت من الغيرة من وقتها وأنا شكي تضاعف وغيرتي تضاعفت وقتها جد حسيتها بنت بنت صرت طول الوقت أخلي بناتي معاه وكنت بموت عشان أكره فيها الحد ما هي حست عليها وبدل ما تستحي على وجهها قامت وصارت تزيد بحركاتها لدرجة أن مرة زوجي كان مسافر ثلاثة شهور يعني والله كان مكفيني كمية الاكتئاب والمسؤولية اللي بتجي على راسي وكنا كلنا عند الباب نسلم عليه أنا وأخواته وبنت عمو جات أخته وحضنته وسلمت عليه وجسد تدعيله عارفينش المصيبة اللي صارت؟ جات حضنته قدام عيني وهي تبكي والله والله أنا كنت باخل السكين وأطعنها حسيت بحرارة تقتلني في جسمي وأنا اللي مستحية أحضنه قدام أخواته وأحاول أخبي دمعتي عشان ما يضعف طبعا هو مسافر ما أعرف يعني أتخاصم معاه أقتلهم إيش أسوي؟ أنا وقتها أعلنت الحرب معاها بمعنى الكلمة وهو رايح كان يقول بنت عمو وأخواتهم يساعدوني بالبنات وكان يقول لها أخذي بناتي ولعبيهم معاك وينكت معاها طبعا أنا الدنيا عندي كانت ظلمة سادة طبعا أنا مو فاهمة هم فعلا أصدقاء توصل لدي الدرجة يعني مو كفايا اللي قاعد يصير كمان توصل لأحضان جلست أفكر مليون مرة ومرة طب قد حضنته قبل كذا طيب قد صار شي لا سمح الله خيالي وصل لأسوأ شيء طول فترة سفر زوجي ما نتكلم أنا وياها وكأنها عارفة اش سوت رجع بالسلامة الحمد لله وكنت حاسة بجمرة بقلبي ماني قادرة أنسى الموقف ومشكلتي ما أقدر أضارب بالجوال أستنيت ولن يرجع وهو كم لاحظ أسلوبي طول فترة سفره طبعا رجع واستقبلته بموضوحها وقلت له من قبل ما يرجع إنه في موضوع أبغى أكلمك فيه ووقتها حستني ماني قادرة أكتم شي زيادة خلاص كلمت عنها وقلت له كل حاجة وقلت له ع الشي اللي صار قبل يسافر الحضن وسكت وما علق قلت له الشي ده صار من قبل قد حضنتك قد حضنتها وربي وقتها أتكلم ودموعي بعيوني وبكل بساطة جاوبني لما ما عزتها من ما عزت أخواتي وقال إنه ما بقدر أبعد عنها لعن كنته يا على طول قلت له أنا راجعة بيت أهلي علما إنه أمي لما تزوجته كانت رافضة حشان العمر وطول الوقت تقول لي تراكي بترجعين وقتها حست أنهان عند أمي أفضل والله وأنا خارجه هو جلس يبكي ويترجاني أجلس أو حتى يترجاني أترك البنات عنده بس قلبي وقتها كان مجروح منه أخذتهم ورحته لما كان يجيني بيت أمي أمي كانت تمنعني أشوفه وللأمانة أنا كنت راضية وبالأخير سمعت أمي تقول له خذ لها بيت الحالها وهي ترجع لك أنا سمعته أن صدمت أمي مين قال لها بس بعدين عرفت إنها أختي لأني حكيت هالموضوع المهم ما انتهى الأسبوع إلا وهو جاء وقال لي أخذتلك شقة يعني بنس كل حالنا رحنا وحطينا الأثاث وحاست البيت يعني الحمد لله وقتها أمورنا تحسنت جداً كنا قريبين من البيت تبع أخواته وكان دايماً لما يروح يزورهم أروح معاه وما نطول أبداً واحدة من أخواته كانت معايا بعد اللي صار هي عرفت وكانت طول الوقت تهديني الله يوفقها كنت كلما أضايق تريحني بكلامه كانت بتكون القصة سعيدة لو أنتهت هنا لكن وين؟ من الأسف كان مكتوب علي البلا فيها بعد ما جلسنا أكثر من نص سنة في الشقة مرتاحين وسعيدين تتصل أخته وتقول لما تعبانه وتبغاه يجي عشان يوديها المستشفى أنا لو بيدي كان رحت معاهم لكن فأنا ودي بناتي هو راح ودوها المستشفى طال عندها سوء تغذية وضغطها مرتفع مدري من خفض ما أدريش عندها وجلس معاها وبعد ما رجعت البيت برضو رجع عندهم في البيت وتكة معاهم وقال لي أنه رح يجلس عندهم في البيت عشان لمه تعبانه يا حياتي عشان لو أحتاجت المستشفى يصير يوديها للمعلومية عندهم سواك بس يقول عشان لو صار شيء أنا أكون أسرع ببيك مو رجال وجاع يرفع الضغط بعد اللي صار حسيته حتى هو متعلق فيها أنا مو فاهمة هو يحبها ولا زي ما يقول زي أختي قبل ما يروح الدوام ياخذ لها عصير فرش وياخذ لها فطور كل يوم على نفس الحال بعدها شليت قشي ورجعت عندهم في الفلا لأنه خلاص 24 ساعة هو عندهم صار يجلس عندهم كثير وأنا حاسة أني بعيدة عنهم ما أدريش قاعد يصير هناك على فكرة الموضوع كل أخواته عرفوا فيه هم يحسون الموضوع مرة أوفر مبالق ما تستاهل كل ذي الغيرة لأنهم يشوفونها كأنها ولد لكن المعلومية البنت تنخطب ولا تقبل واللي أعرف عنها أن هي كمان ما تحب فيه مواقف كثير تصير تخليني أحس بالرعب منها بنتي الصغيرة اسمها كان من اختيارها ما عرفت إلا قريب كنت بأنجن والله لما نخرج السوق ما يرجع اللي هو أشاري لها يا أسورة يا تيشيرت أي شي لازم يشتري لها ويحطها على بابها وكل هذا قدامي ويقول هي زي أختي تعبت 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 بعدين أشوف وقاعد يأخذ لها أوكي يمكن مو بنفس القيمة لكنه يأخذ لها يقولي دايماً فكري هي مسكينة أهلها بعيدين وما يدرون عنها وشايف أنه هو مسؤول عنها لكن أنا اش ذنبي أحس أن في وحدة تشاركني فيك أوكي أخواتك قدهم أخواتك انتهينا لكن بتعمك مع أني والله أحياناً أبكي أحس أني ظلمتها أو قاسي عليها لكن مو بيدي هذه الأيام صرت أنا وإياها أن تضارب كذا علني وهو ما يكلمني ولا يكلمها توصل إنه ما يكلمني عشانها من جد تعبت ولا أعرف إش أسوي حتى بناتي متعلقين فيها ومرة يحبونها قولوا لي إش أسوي لأني جد تعبت ولا تقولوا لي أقول لي حرام وما حرام قلت له مليون مرة ما يسمع وهناك وصلنا لنهاية فيديو اليوم إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معاكم رون سلام